خلينا نكلم على الموضوع العنواني الذي آثرنا أن نطرحه عليكم اليوم فيما يخص إقامة عقوبة الإعدام علانية تلك التي دعت إليها هيئة المحكمة الموقرة في قضية مقتل الشاب نيرا ومجرد ما أطلقت المحكمة هذه الدعوة أو هذه الفكرة أو هذه الرؤية في يعني مستندات حيثيات الدعوة ومنطق الحكم وإذا بهذا الحوار يمتد في الشارع المصري حول إمكانية علانية عقوبة الإعدام إحنا أصاد مشهد مهم ونلتفت إليه بقوة وننتبه إليه بحرص لأنه له أكثر من عنصر وله أكثر من زوج أول نقطة أولا لابد أن نحترم بإجلال وتقدير شديد دعوة المستشار عبد بهاء الموري والمستشار بهاء الموري رجل رئيس محكمة المنصورة رجل كما تحدثت عنه من قبل ليس قاضيا جليلا وفقط بل هو في زمرة الأدباء وعلماء النفس وجراحي العقول والقلوب بما يكتب وينشر من كتب ومن روايات ومن قصص مستمد من هذه التجارب الكثيرة العديدة المريرة التي عاشها قاضيا ووكيلا للنيابة يفصل بين الناس ويقضي بينهم بالحق والعدل وسط أضايا كثيرة جدا لعل وجوده فيه محكمة المنصورة وحيث يعني قليل مصر ودلتاها الممتلئة بـ 55 مليون مصري جعلته يشهد أنواع من القضايا تفزع وأنواع من الحوادث والجرائم تكاد حين تقرأ ما كتبه عنها من تفاصيل تشيب خصوصا للجرائم في الفترة الأخيرة في الفترات الأخيرة التي لعبت فيها الغرائز والعدوان والتكنولوجيا أدوارا مزهنة في وحشياتها وقصواتها وغرابتها وكأنك تتعرف على الشعب المصري من خلال جرائم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون قد اعتقدت لحظة أو يوما بأن مصر يمكن أن تشهد مثل هذه الجرائم خصوصا الجرائم الجنسي خصوصا جرائم العائلية يعني لو قسم الاجتماع في جمعت في أداب المنصورة أو في أي من كلياتها يعني متخصصة قرر أنه يدرس القضايا المعروضة على محاكم المنصورة ومنها ما هو معروض على السيد المستشار الجليل بهاء المري سيهلع قسم الاجتماع نفسه يعني وسيفزع وفيه في الدنيا حاجة اسمها علم الاجتماع الجنائي وده برضو اللي مهم جدا نقعد نشتعر كنت يسف كليكم دلوقتي على دراسة ظاهرة التطرف والتسلف ده علم الاجتماع الديني وفيه علم الاجتماع السياسي وفيه علم الاجتماع الجنائي ده لازم نضع يا جماعة وهذه العلوم الإنسانية اسمها علوم إنسانية ده اللي بتطور المجتمعات إحنا مشكلتنا الحقيقية في مصر إن إحنا مش مهتمين بالبنيادة بالمصر إحنا مهتمين بالأشياء يعني المواصلة الطريقة المعاش الدواء ماشي كل ده كويس ويصب في الإنسان المصري أصلا إنما وعيه ثقافته مشاعره عوطفه أفكاره مش موجود على الساح نفسيته يعني هل في جهة واحدة في مصر غير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة دي معنية بنفسية المصريين يعني هل مجلس وزر مواصل اكتبع كده وقال بس الناس نفسيتها غالبا اليومين دولها نفسيها مش كويس تعبنين أو عندهم توطر حد يهتم بنفسية المصريين لا قصدوا إن البحث العلمي في مصر مهم قوي وضروري قوي وبرضو دي حاجة يعني بمناسبة ما نتمنى من انفتاح سياسي في مصر في المرحلة القادمة إنه يفرج عن البحث العلمي شوي يعني مش بالضرورة علشان أعمل بحث في الجامعة لازم أخذ موافقة الأمن مش بالضرورة وعشان أعمل بحث مع جمعية أهلية أو مجتمع مدني مش لازم أخذ موافقة يجي 7-8 جهات وفي الغالب مش هتيجي أو عشان أستقبل أستاذ جامعة في أوروبي ولا أمريكي ولا صيني ولا ياباني ولا كوري ولا مكسيكي ولا برازيلي لازم بقى موافقات إيه علشان وطبعا في الغالب أستاذ الجامعة بييه رايح دماغه خلاص يجيب واشي ليه وعميد الكليه بقوله يعني أنت جيب لينا واشي ليه والناس بك بتخاف من قيالها وأحسن تلام أو تعاقب أو تحاسم أو تساءل فيعمي سد الريح يقوله أنا عايز أعمل بحث في منطقة أسيوت عن عائلات الإرهابيين اللي أعدموا ويعني مدرسة مسحية عن تطورات العائلات العلمية والثقافية يا رجل تنجيب لينا واشي وهنتصف بقى بالأمن والأمن إيه وبتاعتها تقلب علينا الدنيا هو البحث العلمي في مصر كده هتقلب علينا الدنيا يا عم لا أنا بعدت للأمن الوطني ولسه متوظنين للرد ما فيش تطور علمي كده بقى ولا بحث علمي خالص بقى كده الروح كلنا فبرضه من باب يا جماعة خدوها وصية من واحد يعني تحت تهديد القتل إنه البحث العلمي مفتاح للتطور في مصر مهمة قوي يشتغل بشكل علمي ويسيبوا العلوم سيبوا البحوث سيبوا البحث العلمي أنا عارف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أخوف من إنها تقول الكلام ده يا سيسا ممكن ما كنتش متصورها ويزعلوا قوي ويطئمسوا مهمة هو الأمس ظاهرة فظيعة مش اللي اعترب بالحقيقة يا سيد وزير البحث العلمي اللي هو بالمناسبة مشرف على وزارة الصحة هل حضرتك تنكر إنه البحوث العلمية في مصر والمحوث اللي بيقدمها الأسادزة عايزين يشتغلوها ما ما تضطرتش على الأمن الأول أو المؤتمرات والندوات بتقول كيف يبدأ حضرتك ما عارف والله لو أنكر مين يعني اسألوا ألف وستاذ جمعة يقول لكم طي إذا اللي احبطوا لهم دراس عظيم لكل حاجة نعم لكل حاجة وبنان على الدراسات العلمية دي زي ما بنعمل المشروعات دراسات جدوى وبنعمل المشروعات دراسة اقتصادية وبنعمل له حساب مالي أو موازنة بنعمل أيضا أبحاث عشان نتصرف ازاي في الظاهر الاجتماعيا سيد المستشار بهاء المنري قال إيه رسالة المحكمة للمشرع تنفيذ الإعدام على الهواء والمحكمة في نهاية حكمها تنوه بمناسبة هذه الدعوة بأنه لما كان قد شاعة في المجتمع مؤخرا زبح الضحايا بغير ذنب جهارا نهارا لما المحكمة المصرية تقول شاعة في المجتمع يبقى شاعة في المجتمع مؤخرا يبقى مؤخرا يعني يرصد قاضي جليل أن هذه الحوادث ليست واحدة ولا اثنتين بل قد شاعة شاعة مؤخرا زبح الضحايا بغير ذنب جهارا نهارا كما نهارا والمهوسون بالميديا يبثون الجرم على الملئين فيرتاع الآمنون خوفا وهلعا وما يلبث المجتمع أن يفجعوا أن يفجعوا أن يفجعوا أن يفجعوا أعسف بمثل ذات الجرم من جديد وما يلبث المجتمع أن يفجع بمثل هذا الجرم من جديد فمن هذا المنطلق ألم يأن دا المستشار ما هي المربي ألم يأن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا مثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودا ألم يأني يعني ألم يحم بقى وقت للمشرع اللي هو واضع لتشريعات القوانين أنه يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا زي ما الجريمة أصبحت بالجرم مشهودة الأمر الذي معه تهيب المحكمة بالمشرع أن يتناول بالتعديل نص المادة الخامسة والستين من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام لتجيز إزاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء ولو في جزء يسير من بدء إجراءات هذا التنفيذ فقد يكون في ذلك ما يحقق قد يكون قد هنا للتشكيك وللتحقيق ما يحقق الرد العام المبتغى المطلوب المفروض يعني الذي لم يتحقق بعد بإزاعة منطوق الأحكام وحده وبينهي بآية كريمة ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ما احترام الشديد جدا لهذا المقطع القانوني الأدبي الإنساني الاجتماعي العظيم إلا أننا يعني أستسمح سيدة المستشار بإنه أختلف معه تماما وكليا لن يرضع أبدا إعلان العقوبة أو علانية العقوبة أي حد إطلاقها أولا علانية العقوبة مش في تنفذها علانية العقوبة مش بس في تنفذها علانية العقوبة في اتخاذ قرارها في تحققها بالفعل في حضور مندوبين كما هو موجود في القانون الآن مندوبين من جهات عدة لعملية الإعدام بل ويمكن أن يطلب من النيابة أهل مجد عليه أو غيره ممكن يحضروا عقوبة الإعدام لكن عمر ما العلانية إطلاقا يعني ساهمت في الردع ثم الحاجة التانية أننا مشكلتنا في العلانية دي بمعنى إباحة واستباحة مشاهد الدم والقتل منذ الإسام السياسي طل علينا والإرهابيين بدأوا بقى يدبحوا أمصاد الناس وعلى الهواء مباشرة الدبح على الهواء مباشرة واستخدام الدبح تحديدا يعني أنا عايز لو أي حد يعني قرر أنه يشتغل على مصر بجد ويشوف الجرائم الدبح دي قبل ظاهرة الإسلام السياسي قبل ظهور الإرهابيين ودبح قاعدة وداعش وخلافه وبعد السلاح المستخدم ده فجرة الدبح دي كلها نتيجة أنه العين المصرية اعتادت وتعودت للأسف العين العالمية والعربية مثل هذه الجرائم البشعة واللي أصر على أن تكون مزاعة ومعلنة هم الإرهابيون أنفسهم عشان إشاعة لغة القتل ومشاهد القتل واستباحة الدم وتحول موضوع القتل والموت على الهواء إلى عمل دعائي ممجوج وإلى عمل عادي اعتيادي هذا أمر حقيقة الأمر لا بد أن نراجع أنفسنا فيه كثيرا جرائم اللي بتظهر دي بيش عشان السوشال ميديا بتنشرها وبتزحها ده الجزر فيها عشان طب الناس جابتها منين المجرم ده فكر فيها ازاي المجرم ده فكر فيها ازاي فكر فيها من خلال ما شاهد هو عايش من مشاهد بتتقدم من الجماعات الإسلامية على النحو التمجيدي والتمجيلي والتفخيلي لفجرة الدبح ونشرها عيانا بيانا كمان طول الوقت الجريمة في كل الدنيا في القرون الوسطى وحتى العصور الحديثة كانت العقوبات علنية اوقفت جورمان عطلت حوادث قللت وخفضت بشاعة ولما شوف شكراً للمشاهد